القضية التانية اللي هقود على وجه السرعة هي الالتزام يعني قبل ما البطولة تبدأ منتخب الكاميرون تأخر وصوله يوم ليه؟ لانه لعبة الكاميرون عندهم مستحقات مالية ورفض ان هم يغدروا بلدهم وصمموا ان هم ما يمشوش ألا ما ياخدوا الفلوس وتدخل الاتحاد وازمة وقصة وحكاية وهيصة وواصم في النهاية ادلهم جزء من المستحقات وسافر شفنا كمان لعبة زنبابوي وهم هنا أثناء البطولة وبرضو ما راحوش تمرين ورفضوا يروح التمرين ليه يا اخوانا قالك اصلاحنا ما اخدناش الفلوس وكانت النتيجة ان هم بعد كده خسروا من منتخب الكنغو في المباراة الأخيرة بربعية سايا الكلام ده حصل قبل مباراة مصر لكن هم اخدوا نقطة واحدة خسروا المصر واحد وتعضلوا المباراة تانية مع أغندا وخسروا المباراة التالتة لانه التركيز مش موجود والانتماء كمان مش موجود عشان يكون واضح يعني اللعيب اللي بيجي في وسط بطولة وقولك يا ام فلوس يا ام فلا لا يبقى فلا شفنا بقى كمان لعيبة أغندا وهي بتكلم عن الفلوس ويرفضوا التمرين مبارا بعدما الناس كلها احترمت أغندا رغم الخسارة أمام مصر وصعدت في المركز التاني لكن كانت مفاجأة انه المنتخب ان الأغندي يرفض تماما انه ينزل التمرين ويغيب عن التمرين بالأمس ويرضخ مسؤوله الاتحاد الأغندي نظر الاهمية المباراة زي ما قاله ويدفعوا 6000 دولار زيادة لكل لعيب بس عجبني الله الاتحاد الأغندي لما طلع بيان بكل الأرقام اللي خدوها اللاعبين فدي نقطة مهمة قبلوا من ناجيريا برضو عملوا مشاكل كتيرة جدا عشان المستحقات المالية هل ممكن حضراتك شوف ده في مصر مستحيل مستحيل لو السمن طبقة في الأرض لأنه لعبتنا لعبة ملتزمة جدا ده بيخليني أروح لقضية مهمة جدا أكيد حضراتكو متابعين في ناس كتير جدا بيحبوا ميسي وأنا من ضمنهم يعني ومتابعين ميسي مع المنتخب الأرجنتيني أكيد يعني ميسي مع البارسة مكسر الدنيا بطولات وإنجازات وحاجات كتيرة جدا واللاعب الأول في العالم لسنوات ليست بيئة القليل لكن ميسي مع المنتخب الأرجنتيني لا شيء لا شيء بمعنى لا شيء رغم أنهم أقدموا فجر اليوم مباراها إلى أمام المنتخب البرازيلي وخسروا 2-0 بخطأين وكانوا أفضل وميسي نفسه صرح قال أن مباراتنا مع البرازيل كانت هي الأفضل وأن الحكم ظلمنا وكلام كتير لكن في النهاية ما هي محصلة ميسي مع منتخب الأرجنتين لا شيء يوصل النهاية كوبة أمريكا ويخسر يوصل النهاية كاس عالم ويخسر مرة يطلع مش عارف من الدور التاني في كاس العالم النتائج ضعيفة مش على قد اسم ميسي العظيم هذا الأمر من وجهة نظري لأنه تم تسليم ميسي مفتاح المنتخب الأرجنتين دي بقى لا يعني مبارح يلعبوا آخر دقيقتين مش عايزوا ما تاخدوش لكن تلعبوا آخر دقيقتين ده أمر مش مقبول اختيار المدرب الأمر والنهي وكل شيء في المنتخب الأرجنتيني مطروك ليونال ميسي موهبها ما فيش اتنين في العالم يختلفوا عليها في ناس بتشجعوا بتكون بتشجع رأي المدريد بس يروحوا يشجعوا ميسي ويفرحوا بكل هدف لميسي يعني فكل شيء لازم يتحط في إطاره في وضعه ميسي مهما كان كريستيانو مهما كان هاركين مهما كان غيره مهما كان يظل لاعب فقط في الفريق لما تدي له أكتر من صراحة آه ممكن تستشيروا لأنه لعب كبير ممكن تاخد رأيه احنا كنا لعابة كبار كان بيتاخد رأينا على فكرة لكن مش من الضروري ان يتم العمل بيه كتير جدا كان رأينا يعني المدربين ما بيهتموش بيه يعني مش ما بيهتموش يعني بيسألونا هما بياخدوا القرار لكن لعابة كبار لازم يكون لهم احترامهم يكون لهم تقدرهم وكل شيء لكن تبقى في النهاية إدارة المنتخبات مسئولية للأجهزة الفنية وانا بدي لك مثال بأكبر وأدخن وأحرف لعب في العالم وهو ليل ميسي دي قضية مهمة جدا ولازم الناس تفكر فيها كتير القضية التالتة الحقيقة أو الرابعة اللي انا مستغرب لها قوي يعني ان يقول لك ايه ووقتها دلوقتي يعني بالله عليك أجيري عنده بعد بكرة اللي هو السابت يعني ده من بختصر يوم يعني مباراة مصرية هل النهاردة حضرتك هتروح لأجيري تقول له تلعب ماتش ودي يوم اتنين تسعة ولا لأ يعني بالزمة لو حد تقال له الكلام ده حيصدقه يعني لو حد عائل الراجل عنده مباراة مصرية ان شاء الله نكسب نكمل نقص لدور ربع النهاية في البطولة الافريقية اروح اقول له بقولك ايه يا جيري ما نلغي المعسكر بتاع المباراة ده اقول لك انا فضيلك انا بذاكر جنوب افريقيا انا ما اقدرش اتكلم معاك في الامر ده دلوقتي خلينا خلص البطولة وبعدنا بقى اتكلم معاك انا مش فاق لده ومين اللي انت بتكلمه دلوقتي عشان تلعب معاه ماتش ودي في اتنين تسعة مين المنتخب اللي حضراتك بتتكلم معاه عشان ييجي مصر لانه المعسكر حيبقى في مصر او المباراة الودية هتبقى في مصر هل من المعقول انه اتحاد الكورة راح سأل اجيري النهاردة او انبارح الماتش الودي اللي هتلعبه يوم اتنين تسعة والراجل كل تفكيره وكل تركيزه هو وجهازه ولعبته وجمهوره ومحبينه وكارهينه كمان حتى لو في ناس تكرهه لكنه مصريين في الاخر عايزين المنتخب يكسب هل النهاردة هروح للراجل اقول له ماتش الودي يقولك انا برفض الغاء المعسكر ثم بقى تقول الغاء كأس مصر هو مين اللي بيرمي الاخبار دي هو مان صاحب المصلحة بدأ بزمتكم الراجل اللي مركز قوي ده قوي ده النهاردة هيتراح يتقل له اه اه تلعب كاس مصر لا بقى ابنك انت يضحك على ابن انا يا جماعة مش معقول يا جماعة ارجوكوا يعني خلينا خلونا نصدق خلونا نصدق وبعدين انت النهاردة يا اتحاد كورة مصر عندك ايه عندك دوري وعندك كاس وعندك سوبر الدوري يعني الظروف حتمت انه ينتهي يوم تلاتين سبع خلاص الظروف اقوى من الجميع والناس قالت خلاص حاضر مش مشكلة تخلص البطولة يوم تسعتاشر بامر الله ونحمل اللقب يوم تلاتة وعشرين يلعب الزمالك مع الجونة يوم ستة وعشرين يلعب الاهلي مع المقاولون والزمالك مع الاسماعيلي يوم تلاتين نختتم الدوري بالاهلي مع الزمالك وامر الله وقال لي معزناك لان هي مباراة النادر اهلي ثم تعود الى مباراة كاس مصر وصحيح متأخرة جدا بس لازم تنهي الموسم بالبطولتين وبعدها تلعب مباراة السوبر حتى لو متأخر ان تأتي متأخرا افضل من ان لا تأتي على الاطلاق ده منطقي وطبيعي وكلام الناس العقلين حد بقى يقولك اصلي فيه معسكر منتخب اولمبي والمنتخب الاولمبي عندنا بطولة شهر 11 ومال يعني هنلغي الكاس عشان نصر ماهر وعشان عمر صلاح وعشان محمد صبحي وعشان ولادنا الممتازين دول ولا الكاس يتلعب تقول لي طب لو المباراة والدي ومال ما انا كان قوام منتخب اربعين لعيب ولا انا مش واخد بالي انا عندي الاهل يو بيرامدس ما هو احنا عندنا العمود الفقري اللاعب المحترفين والاهل يوز مالكه بيرامدس الاهل يو بيرامدس يوم تسعة عشرين تمانية حد منهم هيخرق هنا في اربعة وهنا في اربعة يبقى خلاص اربعة موجودين انت جنش خرج بقى الزمالك منه تلاتة موجودين في المنتخب فستة لعيبة دول حيوقفوا مسابقة هل بلد دوري كاس مسابقة بالكامل تتلغي عشان معسكر عشان مباراة دية وحضرتك عايزني بالفعلة صدق انه اجيري رفض مش معقول يا جماعة يعني الاخبار اللي بتترمي وبتتنطور دي مش حلوة ومش لذيذة وما تتصدقش وما تقناش حد وبعدين حضرك ان شاء الله بازن الله بدون مقاطع نخلص البطولة بازن الله واحنا ابطال معتقدش يعني اه اجيري حيموت على المباراة نفترض بقى انه حيموت على المباراة ما انت عارب بتوع الاهلي وبتوع زي مالك وبتوع اوبراملز عارفهم كويس قوي بقول لك واحد من الاتنين هيكون خرج الاهلي اوبراملز ان دي مباراة كاس فرصة تجيب محترفين من اللي ما بيلعبوش تجيب لعيبة من الدور المحلي حدش حيلومك يعني ان شاء الله بامر اللي بدون معطع في حالة فوزنا ببطولة الامر افريقية انت لو جبت لعيبة من الدرجة تلتاشر الناس هتقولك بنروح بالدم هيبقوا سعداء جدا فدي قضية مهمة جدا للمناقشة للحوار الاخبار اللي بتترمي عشان تشوف رد فعلها مش لطيفة مش حلوة ومش منطقية ومش معقولة ومش مقبولة ومحدش يصدقها انت النهاردة اتحاد كرة القدم المصري ماذا لديك لديك يا فندم بطولتين دوري والكاس واتبعهم مباراة السوبر ده كمان لو الاتحاد تفكر في بطولة جديدة يبقى هايل يعني اخواننا في الامارات بيعملوا كده واخواننا في السعودية بيعملوا كدا وانجلترا مليانة كده واسبانيا مليانة كده والمانيا مليانة كده تدور على مسابقة كمان تبقى جديدة وتعلن بدأ مصابقاتك ده كذا وده كذا وده كذا مع الابطولة الافريقية التأجيل مقبول الى حد ما مقبول الغاء مسابقة عشان مباراة الدية لمنتخبنا الوطني من الممكن للمدرب انه يجرب وجوه جديدة هل ده مقبول هتجي تقول ليه بقولك ايه ما تلومش بقى احنا عندنا التصفيات الافرقية بعدها ما تلومش مالومش على ايه ما لومش انت عارفين نظام التصفيات ايه اللي مش عارفين حضراتكم نظام التصفيات بيطلع فرقتين من كل مجموعة هيبقى معاك برضو فرقين زي سوازلاند اللي اي سواتني والنيجر وفرقة تقيلة موجودة معاك وانت لو ما طلقاش اول مجموعة تطلع تاني مجموعة خلاص محسومة النهايات هيصلها كل المنتخبات الكبيرة والدليل انا بقول لكم ده فيش ولا منتخب كبير مش موجود في البطول الا از اعتبرت بركينة فهس هو زنبيا من المنتخبات الكبيرة لكنه الموضوع محسوم بالنسبة لك ومع ذلك اعمل معسكر ومع ذلك يلعب مباراود دية ومع ذلك يعمل معسكر المنتخب الاولمبي واعمل له مباراود دية لكن هذا ابدا لا يكون هو الداعي لالغاء مصابقة كاس مصر مين يقول الكلام ده يا جماعة ده الناس سقفت لما الاتحاد اعلن جدوا المباراة الكاس واعلنوا بالموعيد كان حاجة جميلة جدا قلنا والله يبرافو عليكم حاجة محترمة جدا مين بقى هل في حد مثلا عشان المنتخب الاولمبي عايز يلغي مصابقة كاس وبعدين هل ده مؤشر هل ده مؤشر بقى ان انا السنة الجاية حبدأ بتأجيلات هل لما انا هلعب دورة البطولة الافريقية تحت تات عشرين سنة هاجل قبليها باسبوعين وهاجل بعدها باسبوعين وابدأ الدورة كمان بتأجيل شهر ونرجع تاني نمد الدورة شهر تسعة مش قلنا جماعة تخطينا المسألة دي بقى وان الموسم الماضي كان استثنائي والله احنا بنحب نعيش في هذا الاستثناء يعني ازا كان احدهم لديه الرغبة انه يلغي لا انت شخص تعبر عن نفسك لكن هناك رئيس الاتحاد الكورة له كل الاحترام هناك اعضاء الاتحاد الكورة لهم كل الاحترام وبالتالي واجب عليهم ان هم يطلعوا ينفوا هذه الاخبار يعني واجب على المتحدث الرسمي لاتحاد المصر الكرة القدم او السيد المدير التنفيذ الاتحاد المصر الكرة القدم ان اخرجوا لهذه الاخبار لا اساسا لانا الصحة والكاس الوع في موعد هتقول لي طب بس ما تتحميش اوي كده ناجل وماشي الدوري هيخلص الكاس هيخلص تمانية تسعة والسوبر تمنتاشر تسعة والدوري تسعتاشر تسعة تأجله امتى بقى لحد شهر اربعتاشر هتأجله امتى هتلعب كاس مصر السنة دي في وسط الدوري بتاع السنة الجاية هتديقول كده يا جماعة فالاخبار دي الحقيقة اخبار مش حلوة واخبار دا ما هتقيل واخبار تزع على الناس لانه في النهاية انت ما هتخلص البطولة والناس هتخرج من البطولة بامر الله بازن الله بدون مؤطعة منتشية بالفوز لكن في الاخر دا الناس دا واحد بقيتلي النهاردة قال لي ايه البطولة دي مفيش ماتشاط ليه لازم تلعبوا ماتشاط الناس بتستمتع فلما تخلص طلط الوامة افرقية تقوم جاي لادم على طول اديك لادم بالدوري ودول طلضم طب ما كانش فيه دا تقول لي يا فالح ما هو دا كان وقت الراحة ماشي يبقى طلضم باعداد الفرق كان الاهل بيعمل اعداد وزا مالك بيعمل اعداد وبتتنقل الماتشاط هنا وبتتنقل الماتشاط من هنا والاسماعيني والاتحاد والمصري وغيرهم من الاندية ونشوف الدنيا شكلها عامل ازاي ناس حب تتفرج على مباريات حب تتفرج على نشاط فامريكا بيخلصوا دور الان بي ايه دا الجميل بتاع البسكت دا يعملوا دوري بقى دلوقتي يشغال دوري صيفي فان بيلعبوا بقى بمزاجهم تبقى حاجة جميلة حاجة اه موجودة الان نارضا بيلعب مع فرقة اسمها المتحدة وتعادل اه صفر صفر وزا مالك اه في معسكر في ابروس وعنده مباراة وهكذا يعني فانا ارجو حضراتكو يعني هزا نداء نداء لكل المسئولية عن كرة القدم في مصر خلي بال حضراتكو دي حملة ضدكو مش لمصلحتكو هو مش استعراض قوة والعضلات من حد على الاطلاق خالص بالعكس واحترام ليه قواعد مصابقات ونظام مصابقات ومصابقة الكأس دي منزو القديم الازل ده من زمن الزمن يعني بدأت قبل الدوري بزمن طويل جدا وزمن بعيد جدا فانا برضو حارجع للمؤدمة هو اجيري فاضي النهاردة عشان يقول لك سيبك من جنوب افريقيا ومش حلغي المباراة الودية ما تمشيش صح مش حلوة ده ما مش 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 خفيف يعني معجبتنيش يعني مش حلوة المرة دي يعني ما ما تزبطتش الضبط تلعب مصابقة الدوري الضبط ان انت تلعب مصابقة الكأس الضبط ان انت تلعب السوبر الافريقي ده الضبط عشان الناس تقول صح حتى لو تأخرت لكن في النهاية انت وصلت ت Luه عشان الانت ورحم لا صح حتى لو تنقلوا تنقل بشترم أؤثر لو